مصابيبة ومراسع بالكشنا أكلة سعودية ترافية ميجاديرة متوفرة بكل بيت تنقدم على الفطورة والعاشة هذا وقتها لأيام الشتاء يلا تعالوا نشوف الطريقة كوبين دقيق بر وملعقة كبيرة سكر وملعقة صغيرة ملح وملعقة كبيرة باكينج بودر ونصف ملعقة خميرة ستة ملعق حليب بودر ونصف كوب زيت وثلاثة أكواب ماء أخلطها بالخلاط الكهربائي وخليها ترتاح نصف ساعة وبهذا الوقت أروح أسوي الكشنا أحمس بصل وثوم بالزيت لين يذبل أحط ملعقة كبيرة سلصة طماطم وكمون وفلفل أسود وكركم وملح وأضيف الطماطم والفلفل الرومي ولو احتجت أضيف نصف فنجا الماء وكذا صارت جاهزة أدهن الصاج بالزيت على نار هادية وحاول أشكلها بشكل متساوي لين أخلص كل الكمية معي بعدين أضيف علي الكشنا جربوا مرة لذيذة وراح تعجبكم ولا تنسوا ندعم الحساب وبالعافية